مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كلام مباشر على الشروق نيوز العدد التنازلي للقمة العربية بدأ الاستعدادات كاملة تم اتخاذها من طرف الجزائر كدولة منظمة المواطنون يشعرون بأهمية الحدث إن كان في العاصمة بالإجراءات تغلق بعض الطرقات ولا إعلاميا بهذا الصخب الإعلامي الذي يرافق القمة العربية العادية وإن كان أيضا يمكن أن نلاحظ الاهتمام بهذه القمة العربية من خلال تحركات دبلوماسية كبيرة تشدها أروي قتل مركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال اليوم كان استقبال لبعض وزراء خارجية الدول العربية سوف نتحدث عن هؤلاء الوزراء الذين تكلموا في ندوات صحفية بعدما التقوا مع وزير خارجية الجزائر السيدة رمطان العمامرة وأيضا كان هناك تصريحات مهمة للسفير نذير عرباوي وهو الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نفضل باش نبدو بتصريحات السيد العرباوي لأنها مهمة وتقطع الطريق على كل المشككين والذين تحدثوا عن الصحراء الغربية وما محلها من الإعراب في هذه القمة العربية نذير العرباوي قال نفند قطعيا مشاركة الصحراء الغربية في أشغال قمة الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية وبالتالي الرئيس إبراهيم غالي ليس معنيا بأشغال قمة الجزائر وأيضا أضاف نذير العرباوي كما نرى على الشاشة في هذه التصريحات الإعلامية من يروج لهذه الأخبار المغنوطة والمغرضة يريد التشويش على أشغال القمة مضيفا بوادر نجاح القمة العربية بدأت تقلق أطرافا تشويش على الجزائر هذه تصريحات السفير نذير عرباوي بخصوص قضية الصحراء الغربية والله يا جماعة القمم العربية ليست جديدة على المشهد وكاين حاجة اسمها ميثاق جامعة الدول العربية أبجديات العلوم السياسية أي واحد طالب يقرأ علوم السياسية ولم يهتم بالوضع السياسي يعرف باللي الصحراء الغربية الجمهورية الصحراوية العربية ليست عضوا في جامعة الدول العربية وبالتالي ليست معنية بهذا الاجتماع الذي يعقد في الجزائر ولكن السيد العرباوي مضطر مثلما كنا مضطرين بالأمس أن نشرحها ما لا يشرح في قضية سوريا بأن الجزائر ليس عندا ولا تصفية حسابات ولا حتى دخول في خصومة مع أطراف عندما قالت بأن سوريا عليها أن تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية وإنما تطبيقا لمثاق جامعة الدول العربية اللي يقول في المادة الثامنة بأنه لا يحق لأي دولة أن تطرد دولة أخرى أو أن تحاكم نظاما سياسيا أخر وبالتالي فالجزائر تطبق ميثاق جامعة الدول العربية بأبجديته يبقى أن البعض يدخل في التفاصيل يقفز فوق المواثيق يتجاوز القوانين يضيف التأويلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات والقنوات هؤلاء جميعا ماذا نفعل؟ يعني نشرح ما لا يشرح ونفسر ما لا يفسر ولكن النذير العربوي كان بهذه التصريحات كما قلت وبحسب متابعين سواء في المركز الدولي للمؤتمرات ولا هنا في الجزائر قطع الطريق على كل المشاككين بأن الجمهورية الصحراوية العربية لا علاقة لها باجتماع الجزائر من باب أن الصحراء ليست عضوا في مجلس الجامعة جامعة الدول العربية يوميا نحرس في كلام مباشر وفي الشروق نيوز باش نقدم بعض التفاصيل بعض الأخبار المرتبطة بتحالفات عالمية حتى نعطي الصورة كاملة لأن العرب هم جزء من المشهد جزء من الصورة جزء صغير كبير لا يهم ولكنهم جزء من مشهد عالمي اليوم مثلا وزير الخارجية الصيني وانجي أجرى اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافراوف هذا هو الخبر وتعاهد الجانبان بتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير المزيد من الاستقرار للعالم بيان للخارجية الصينية يقول وهذا هو المهم أكد أن الصين ستدعم بقوة الجانب الروسي للتغلب على الصعوبات لتحقيق الهدف الاستراتيجي للتنمية وتعزيز مكانة روسيا كقوة عظمى الصين قالتها مباشرة بدون لف ولا دوران أن الصين مع روسيا كقوة عظمى أنها ستريد تعزيز مكانة روسيا كقوة عظمى كما شدد وزير الخارجية الروسي على أن الصين وروسيا لديهما حقوق مشروعة لتحقيق التنمية وهو ما يتماشى مع اتجاه العصر حسب تعبيره مشيرا إلى أن أي محاولة لمنع بيكين وموسكو يعني حديث عن تحالف كان معروفا لدى البعض اليوم يتم تأكيده بشكل أكثر حدة أن أي محاولة لمنع بيكين وموسكو من المضي قدما محكوم عليها بالفشل يعني أمريكا هي المقصودة بهذا الكلام حتى لافروف قال أن روسيا مستعدة لتعزيز التواصل مع الصين على جميع المستويات المنطقة أيضا تشهد عمليات أو تجريب سواريخ من طرف كوريا الشمالية الخبر اليوم أيضا كان تم نقله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين والعالم يحبس أنفاسه من تجربة نووية جديدة حتى اليابان دخلت على الخط تعرفون بأن اليابان لديه إشكالية في العمليات العسكرية طالبت عتادا عسكريا وسواريخ جديدة ويبدو بأن السياسة تمشي معها أو تسير جنبا إلى جنب مع العمليات العسكرية في المنطقة فهذا عن العالم نانسي بيلوسي أيضا اليوم تم اقتحام منزلها فجرا وإيلون ماسكر سنتكلم عن استحوادي على تويتر فيما بعد وكيف قال إيلون ماسكر اليوم بأن الطائر أصبح حرا الطائر في إشارة إلى هذا العصفور الذي نغرد به في تويتر فإيلون ماسك أيضا سوف يعيد دونالد ترامب إلى تويتر وسوف تتغير المفاهيم السياسية كثيرا في العالم أين نحن موقعنا كعرب في ضل كل هذه التحولات هذا السؤال يتكرر ماشي من البارح ولا من اليوم هذا السؤال يتكرر منذ عقود طويلة يعني العرب يتابعون ويتفرجون يفضلون مقعد المتفرج يستمتعون ويتلددون يحبون صفة المفعول به أكثر من أن يكونوا فاعلين في المنطقة فهل ستتغير الأمور في هذه القمة قمة الجزائر تصريحات العرباوي وأيضا وصول وزراء الخارجية نناقش كل هذا مع ضيفي عبر الهاتف ضيفي الأول في حلقة اليوم الدكتور عبدالقادر سوفي وهو الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور سوفي مساء الخير مرحبا بك مساء الخير أستاذ قادر شكرا على الاستضافة تحيتي لك ولكل متابعي قناة شرك أهلا بك طيب دكتور سوفي لو بدأنا بتصريحات السفير الندير العرباوي هل كان يعني يجب أن يقول هذا الكلام لوسائل الإعلام هو يقول الصحراء الغربية لن تحضر الجمهورية العربية الصحراوية لأنها ليست عضو في جامعة الدول العربية ولكنه يقول أيضا بعض الأطراف تشوش على الجزائر هل هناك ربط ما بين التصريح المعلومة وما بين هذا التشويش من وجهات نظرك أظن أنه كان من اللازم أن يتحدث عن هذا الموقف إذاء الصحراء الغربية وكل هذا اللق حتى يضح حد للتلاعب بمثاق الجامعة العربية وكذلك محاولة التشويش على هذه القمة فأما المثاق فكان صريحا من أجل الانضمام إلى الجامعة العربية يجب أن تكون الدولة مستقلة وتقدم طلبها إلى الأمانة العامة من أجل الانضمام وتمثل الدول المنتظمة أو المنضمة للجامعة العربية حتى 2015 22 دولة على مر هذا من 1945 وتقسم إلى قسمين الدول المؤسسة وهي سبعة والدول المنضمة وهي باقي الدول كلما تحررت دولة الكويت مثلا الجزائر انضمتها في سنة 62 بعد استقلالهما ولم تكون تابعة للجامعة العربية ثانيا أظن أن القمة وصلت إلى مرحلة فيصلية بالنسبة للتوجهات المستقبلية أنا أقدر أن هناك ثورة ديبلوماسيات وثورة في الشؤون العربية ولذلك هناك بعض الفوائل دعني أقول من تحسب على التمرد داخل البيت العربي ومن تحسب على أجندات خارجية يمكن أن نفصل فيها في الحكم صحيح طيب الآن دكتور الجزائر حسب ما يفهم من كلام المندوبين في اجتماع المندوبين أو من التصريحات التي قالها بعض وزراء الخارجية اليوم بمن فيهم وزير خارجية الجزائر انطل العمامرة أن الملفات كلها مدرجة يعني الملف الفلسطيني السوري أيضا الملف الليبي هل تعتقد بأن سيكون هناك المجال متاحا هل توفرت الشروط لطرح كل هذه الملفات بشفافية هل يمكن القول أن هذه القمة ستحدث أثرا من ناحية التوصيات أو القرارات فيما يتعلق بهذه المواضع الشائكة في هذه النقاط مهمة أدرجت في أجندة الجامعة العربية أجندة القمة التي تناولتها الليجان التقنية والاجتماعات رافعة المستوى وصولا إلى مزارة الخارجية وتنتهي بالبيان النهائي الذي يصدر عن القمة يومي أول واثنين نوفمبر الأول وهو الجميع يدركه وهو القضية الفلسطينية في المقام الأول النقطة الثانية المدرجة وهي النقطة الاقتصادية والاجتماعية والتي أخذت حيزا كبيرا فيما يخص هذه القمة النقطة الثانية وهي تموس كل القضايا الجوهرية بالنسبة للدول العربية سواء كانت تموس الجامعة بطريقة مباشرة أو من خلال ربما تموس بعض الدول العربية في إرهاصات ربما القضية اليمنية والقضية السورية على العموم مجرد العادة في القمام أنه بعض المواضيع وكل المواضيع تتناول لكن في داخل أحواز الجامعة وتحت غطاء سرية وهي في دورات المغلقة صحيح طيب الآن أيضا هناك نقطة في واقع الأمر دائما كانت تخرج إلى العلن وتختفي أحيانا ومرتبطة بإصلاح الجامعة العربية هذا الملف الثقيل المعقد البعض يربط الإصلاح مباشرة بمنصب الأمين العام البعض يقول أن الجامعة تحتاج إلى إصلاحات جدرية تتجاوز منصب الأمين العام إلى آلية عمل هذه الجامعة هل تعتقد أيضا دكتور بأن الوقت مناسب في ظل ما يحدد في المنطقة وهذه القمة كانت على شفاء وحتى الآن السفير العربوي يتحدث عن أطراف تشوش هل الوقت مناسب لطرح الملف وإلى أي مدى يمكن للدولة التي اقترحت هذا الملف اقترحت مناقشة وهي الجزائر أن تذهب بعيدا فيه من وجهة نظرك أيضا أظن أن الجزائر تترقص القمة العربية على مدى الثانية وبالتالي إن لم يتطرق مباشرة على مستوى القمة لهذا الموضوع سوف يطار على مدار هذه السنة تحدث في البداية على ثورة في شؤون دبلوماسية وثورة في شؤون العربية الجزائر ليست الجامعة العربية الجزائر عضو داخل الجامعة العربية لكن عضو مهم ومتحرك كقاطرة داخل الوطن العربي الجزائر ليست هي بحاجة إلى الوطن العربي بل ربما الشيام العربية التي تتمتع بها الجزائر والقيم تريد أن تكون مكان لهذا الوطن العربي داخل المنتظم الدولي المستقبل النقطتين همتين ربما سبب عدم فاعلية الجامعة العربية أولا هو التناقض ما بين السيادة القطرية والسيادة الإقليمية اليوم أظن هناك نوع من التوافق ما بين السيادة الوطنية القطرية والسيادة الإقليمية بحيث هناك أهم الدول الفاعلة داخل الجامعة العربية والمؤثرة أذكر الجزائر أذكر العربية السعودية على سبيل الحفر لهما موقف استثنائي داخل أوبات بلاس والذي بمعية ثمن دول عربية أخرى استطاعت أن تقف بين الدية أمام الولايات المتحدة الأمريكية والطلب الرفع في الإنتاج هذا يمثل جزء مهم داخل البيت العربي يخدم البيت العربي ويعطي ربما نوع من الاستقلالية في القرار للوطن العربي خارج الهيمانة التقليدية للفاعل الخارجية المشكلة الثانية وهو مرتبط بالأمانة العامة التي تسيطر عليها مصر والذي ربما الكثير من الدول العربية ترى ذلك بنوع من عدم الرضا لأنه يفترض أن تكون الأمانة دورية ما بين جميع الدول العربية دون أن تكون حكرا لوطن دون آخر حتى يتسنى لها تحريرها في قراراتها ويعطى ذلك البعد الانتمائي والأفقي للعلاقات العربية دون أن تكون هناك دولة مسيطرة دون غيرها وهي ليست حكر لدولة فلان أو فلان حتى أصبح داخل البيت العربي من يقول أن الجامعة العربية هي أصبحت تابعة لمزارة الداخلية أو لمزارة الخارجية المصرية هذا ربما أيضا النوع من المغالب ولكن دكتور هل الوقت مناسب لطرح هذه الأفكار كلها؟ أنا كنت أظن أن الوقت مناسب ربما لطرح هذه الأفكار لكن بصفة مغايرة العالم يشهد مرحلة انتقالية ضبابية وهذه المرحلة الانتقالية كما ذكرت تقارير الـ NIC National Intelligence Council وهي التي تجمع قرارات أكثر من 17 مؤسسة مخابرتية أمريكية في 2004 تحدثت عن العالم المستقبلي الذي سوف يكون متعدد الأقطاب وتنتقل القوة من الغرب إلى الشرق والجنوب بحيث أن هذه الأقطاب لن تكون فوائل دولتية بكلم بل تكون فوائل تكتولات إقليمية هذا السرع الذي يشهده العالم والمشهد الحقيقي فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت هذا الفعل منذ سنوات أو عقود وهي تبحث عن إضعاف الاتحاد الأوروبي أو أوروبا كلياً لإعادة بنائها أو إعادة السيطرة عليها كما حدثنا الحرب الألمية الأولى والثانية دكتور شكراً لك هذا ما سمح به الوقت ربما نتوسع في النقاش فيما بعد أو في حلقة أخرى أعطيك صحة دكتور عبدالقادر سوفيا الوستر الجامعة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على هذه المدخلة المهمة